اسم الدرس مصادر تلوث الأوساط المائية والمحافظة على سلامة هذه الأوساط المحور الوسط البيئي المفاهيم الأوساط المائية التلوث الملوثات المحتوى مصادر تلوث الأوساط المائية والمحافظة على سلامة هذه الأوساط الهدف أذكر بعض مصادر تلوث الأوساط المائية أتعرف طرق المحافظة على سلامة الأوساط المائية أتعهد مكتسباتي السابقة ألف أفسر الإفادة التالية النبات الأخضر هو مصدر الغذاء اللازم لبقية الأحياء الإجابة يشكل الغذاء المحور الأساسي الذي ترتكز عليه صور العلاقات بين الأحياء في النظم البيئية علاقة متغذن ومتغذى عليه ولكي تجد الأحياء ما تتغذى عليه لابد أن يزيد الإنتاج من المتغذى عليه على حاجة المتغذي كي تبقى العلاقة بينهما في حالة توازن ولذلك يقوم النبات بتجميع الطاقة الشمسية ويستخدمها كوقود لنموه تحويل المواد المعدنية الأساسية إلى مواد عضوية بمفعول الأشعة الشمسية البناء الضوئي ولأنه يستطيع إنتاج غذائه بنفسه فهو يعتبر كائنا منتجا وهو مصدر الغذاء اللازم لبقية الأحياء باء أكون سلسلة غذائية بما يلي عوالق حيوانية أسماك كبيرة عوالق نباتية يرقات الإجابة أسماك كبيرة يرقات عوالق حيوانية عوالق نباتية جيم أسمي بعض الأوساط المائية الإجابة الأوساط المائية الأنهار البحار العيون الجارية الآبار المواجل مياه الري ألاحظوا أتساءل أثناء مطالعة مجلة العلمية أثرت اهتمام أحمد صورة لوسط المائي ملوث أتأمل الصورة وأعدد مصادر تلوث هذا الوسط المائي وأذكر ما يمكن أن ينتج عن هذا التلوث الإجابة مصادر تلوث الوسط المائي النفايات السائلة المنبثقة عن محطات معالجة النفايات في المصانع والمصافي حوادث ناقلات البترول وتحطمها محاولات التنقيب والكشف عن البترول إلقاء بعض الناقلات المارة لبعض المخلفات والنفايات البترولية مخلفات الصرف الزراعي وبقايا المبيدات الحشرية ونفايات المصانع التي تلقى فيها يحدث التلوث نتيجة للصرف الصحي والصناعي ما يمكن أن ينتج عن هذا التلوث تسبب أمراضاً عديدة للإنسان مثل الالتهاب الكبدي الوبائي الكوليرا الإصابة بالنزلات المعوية التهابات الجلد تلحق الضرار بالكائنات الحية الأخرى الإضرار بالثروة السمكية هجرة طيور كثيرة نافعة الإضرار بالشعب المرجانية والتي بدورها تؤثر على الجذب السياحي وفي نفس الوقت على الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناً وبيئةً لها أفترض هذه مجموعة من الافتراضات الخاطئة أقرأها وأعدلها يمكن أن ينتج عن تلوث هذا الوسط المائي تكاثر الكائنات البحرية توفر مكان ملائم للسباحة تنفس الإنسان هواء نقياً نظافة رمال الشواطئ الإجابة يمكن أن ينتج عن تلوث هذا الوسط المائي نقص انقراض الكائنات البحرية افتقر الأماكن الملائمة للسباحة تنفس الإنسان هواءً ملوثاً تلوث رمال الشواطئ تلوث رمال الشواطئ